أعوذ بالله من الشباب القديم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إلزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والظل صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القير لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشكر عنده إلا بإذنه يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء منه إلا بمشاء أسعى فرسيه السماوات وظن ولا يقوله حفظهما والعلي العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالنائب الأقليمي للمرة الأولى في التعليق هذا التكوين إنها الالتقاطة كريمة من خطكم سيد النائب لا يسعم إلا تكوينها ونهيد بسعادتكم ألا تكون الأخيرة وأن يظل اهتمامكم بهذا المجال والمجال ومسائب موصولا ودائما لأهميته البالغة ولكونه اللبنة الأولى والأساسية في التعليم كفول وخلال هذه السنة تلقينا تقمين ضمن مصوغتين هما مصوغة اللغة العربية التي أشرف عليها الأستاذ حسن جابري ومصوغة مشروع التقوي تحت إشراق الأستاذ فؤال سعودي حيث كان من أهداف التقوين في مصوغة اللغة العربية وأن اللغة في قلب التعلمات الأساليب تعلم اللغة بالنسبة للطفل بحيث تكون بديلا للأساليب التقليدية المعتأة مع الحرص على بساطة اللغة وسلامتها مع التصحيح النطف والحرص على سلامة مخارج الفروف والتشجيع على التعبيد عن الأحاسيس والمشاعر المختلفة وتشخيص مواقف والمشاعر وفي هذا الإطار عملت المربيات على إنتاج وإبداع منتوجات متنوعة عباء ألعاب قرائية وسائلة بعض المصرحيات وصنع عرائز وأعمال يدوية مختلفة لتنمية المهارات اليدوية لإعداد للكتابة ومشوعة أفكار من الأعمال المهمة وفي إطار التقوين بمصوغة المشروع ولأنها تتضمن أهم مبادئ المنهجية العامة الخاصة بمرحلة تعليم الأولي والتي من أهمها الإنطلاق من الطفل بدءاً ووسطاً مع التدرج والاستمرارية والترافق بين المواضيع والأنجطة وإنطلاقاً من قصة حديقة جدتي عنة المربيات وتحت إشراف الأستاذ المهتر على إنتاج برنامج متكامل يتضمن جميع مجالات تعلم وفق مدونة للكفايات الخاصة بالتعليم الأولي تراعي خصوصية الطفل قبل تمدرس وتلبي حاجاته المختلفة خاصة حاجته للحركة والمناولة وبناء التعلمات انطلاقاً من وضعيات تعلمية تراعي حاجاته المختلفة خاصة الحاجة للحركة والمناولة وبناء التعلمات انطلاقاً من وضعيات تعلمية ترعي مجموعة من المتغيرات كالعمل من خلال الورشات والورشات التبازية واستعمال سبورة الوبارية بدل من سبورة العادية واستعمال الوسائل السمعية والبصرية واستغلال الانشطة الاتيازية والرياضية كمدخل لتقديم الانشطة وهذا ما تم تأكيده من خلال الانشطة التقيقية التي أقيمت بمجموعة من المؤسسات هذه السنة في إطار التقليد منصوبة المشروع وهنا نقف وقفة إجلال وإخبار لتقديم أنبل عبارات الشكر والإمتنان وعقان للأستاذين المحترمين السيد حسد الجميل والسيد المتعود الذين بدل كل جهد والدعم من أجل الرافع من مدائكنا ومهاراتنا المهنية كمربيات وتحسيزنا بالمسئولية والأمانة المنطقة بنا والمتعلقة ببناء الطفل أساس المستقبل كما نتقدم برزيز الشكر لكل المربيات على الالتزام والمجهودات مبطولة طيلة السنة مع أمنياتنا بالتوفيق والسداد لنا جميعا كمربيات وأطر كما نتمنى التوفيق والسداد للسيد النائب في مهارمه الحالية وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم السيد النائب المحترم السادة ونصار المصالح والمكتب الحضور الحين يسعيدني في هذا اللقاء الختامي أن أدلي بهذه الكلمة المحتصرة أقول فيها إن الدارسة للفكر السربوي لتعليم في الطفولة المبكرة لا يجده بالغ التعقيد والاختلاف لكن المتتبع العمل التطبيقي يجده في غالبه متشابه وبهذا يجب التأكيد على العاملين في الميدان وليس التركيز على النظري لأن النظري بالغ التعقيد المبكرة وبالتالي وجب الاعتناء بالمربين والمربيات لإعطائهم الثقة هذه الثقة التي هي لازمة كي يبحثوا في عملهم ومنقبون فيه ويعدلونهم باستمرار هذا التوجه يبدأ بهذا المركز إلى اختيار هذه السنة مصورة اللغة العربية والمشروع التربوي هذا الاختيار لم يأتي عن عاطفة وإنما اخترناه باعتبار اللغة واللعيب ركيزتان ومكان هامان يساعدان الطفل على التمكن من معارفة مختلفة بشكلين يجعله كفئا ومن خلال هذا النشاطين المشروع التربوي واللغة العربية كنا ندفع المربيات دفعا لإقناعهن بوجوب أن يمارس الطفل أولا اللعب لأنه في اللعب يكون سلوكه أعلى من معدل سلوك المرحلة العمورية التي وصل إليها ثانيا ممارسة اللغة في جميع الأنشطة وما كان تركيزنا على أنشطة الاستماع والتعبير في مجال اللغة العربية إلا كنموذج يمكن لهن تطبيقه على باقي الأنشطة ولا أفشي سرا إن قلت بصدق إنني كنت أرم ربيات طيلة هذه السنة بصدد إعادة تقييم تجاربهن وتصحيح ممارستهن لعملهن في التعليم الأول إني أنبوه بصبر المربيات وتحملهن نقطة فترة لم يعهدنها وأرجو كما نرجو جميعا أن نشتشكل هذه دورة التكوينية في حياة المستفيدات منعطفا وانطلاقة نحو البحث عن عطاهم أضر في ثقة راسخة على المستوى السيد وأتمعون في العمل وتحليله ومرجعاته باستمرار على المستوى المهني والشهادة التي قرر السيد منحها شكرا للمربيات ستعني أنهن بإمكانهن الآن ممارسة العمل في التعليم الأول كمهنيات أينما كنا وتواجدنا تلافقهن عمية الله سبحانه وتعالى صلى الله موفق والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله السيدات المصالح الدنيا السيدات المصالح الدنيا والمكاس والمشاركين على هذا المركز السيدات الموبيات المنشطات والآباء الأولياء الحاضرين بإفتلاف نوع تواجدكم هنا الحقيقة أنا سعيد سعد مفهمة مشاعر وطنية ومشاعر الانتماء لهذا البلد لأنه فعلا منك نشوف نوع دي المجهود لكي تبذل على مستوى ناشئتنا خصوصا في هذه المرحلة المتقدمة من العمر يحفلنا أن نفرأ بأن بإمكاننا فعل أشياء كثيرة أود في البداية أن أشكركم على استضافتكم وتوجيكم الدعوة لي لحضر هذا اللقاء وأشكركم على الكلمات طيبة التي وردت في المداخلات التي استمعنا إليها جميعا الذي كنا نطمح له دائما هو أن لا تكون هذه الفضاءات المبسوطة والمنتشرة في مؤسساتنا التربوية فضاءات مغلقة أو فضاءات جامدة كنا دائما نطمح أن تكون فضاءات مفعمة بالحياة فيها دورات تكوينية فيها أنشطة فيها ما يخدم وصلحة ناشئتنا وهذا تحقق من خلال هذه الدورات التكوينية التي يحق لي من خلالها نشكر الأستاذين السعودي والسجابي على إنجازها وكذلك أهني والمستفيدات من هذه الدورات يعني الشيء الرائع كذلك الذي أثارني وأنا تجوله الأخوان الذين معي في هذا المعرض وأشكر كل العاملين والقائمين عليه المنشطات الجمعيات كل الذين تهموا في إنجازه وهذا الدرس الذي نستعبه اليوم جميعا أن هذا الناشئ أو هذا الطفل المغربي يبدأ من هذا الإبداع الذي نبدعه نحن يعني الآن حينما نشاهد تلميذ في واحد المراحل المتقدمة حتى اللاعب نضاثره في المجتمع والتي هناك ألعاب إلكترونية ألعاب كذا الآن برس بأن هناك لعب من نوع خاص لعب يفيد التعلم وكان واحد القاعدة واحد المثل معروف أن التلميذ الذي لا يلعب مريض الحمد لله نحن نريد أن يكون أبناؤنا كلهم أصحاء معافين لأن فعلا هذا هو المستقبل وهذا المغرب قال من العشرين سنة وثلاثين سنة هو هذا اللي كان بنوع هذا المغرب العزيز العظيم جدا الذي يسلم من جيل إلى جيل خلوا نريده أن يكون مجهون المستقبل ولكي يكون مضمون المستقبل هذه الناشئة يجب أن تتعلم قيمها وأن تتعلم قيمها الإنسانية والوطنية والدينية يعني مهم جدا أن يفتتح هذا الحفل بآيات بينات من القرآن الكريم ولكن الذي يتلو هذه الآيات براع صغار هذا دليل على حسن التنشئة دليل على حسن اختيار القيم وأن هذه الشتائل التي نريد أن تكبع من هذا الفضاء المبارك مكونة هذا التكوين الديني هذا التكوين الذي يربطها بمجتمعها بقيامها بوطنيةها بانتمائها أفكار مثل هذه تجعل أي متتبع لا يمكن إلا أن يشيف هكذا أن يشيف بهذا المجهور الذي يفتل على مستوى المركز أتمنى أن تكون دورات المبارك كذلك تختار مصروقات جديدة وتختار مواضيع جديدة لأن دائماً هذا الحيوي وهذا النشاط الذي نريده أن يستمر يجب أن يستمر بهذا التغيير وهذا الجديد ودون شك فالأطور التي تشرف على هذا المركز وستطيع التفقيدين وعلى مستوى المفتب التعليم الأولي واحتى على مستوى الأخوات التي تكونوا الآن ربما عندهم أفكار وبالتالي كان هناك أسئلة هناك شيء جديد نريد أن يتعلمها أطفالنا ويجب أن يتعلمها أبناؤنا هنيئا لكم بهذا المجهود الذي بدل على مستوى هذه السنة ونتمنى أن يستمر مستقبلا وردتا أخرى أشكركم وأتمنى التوفيق لهذا المركز وأتمنى كما تختتم بهذا الحفل هكذا تمنى أن الموسم الدراسي إن شاء الله المقبل يكون كذلك نشيط مجموعة من الإنجازات مجموعة من الإبداعات كما قلت في الأول أطر دينا قادرة على الإبداع قادرة على الأعطاء قادرة على العطاء إذن كل ما أعطيناها هذه الفرصة دون شك ستبدأ شكرا لكم